موجودة أنا اليوم في أقدم مجمع تجاري بالكويت مجمع النقرات يحتوي على مجمع سكني تجاري وأول جسر مشات مكيف بالكويت مجمع موجود بحوالي شارع بيروت نجحت لأنا لم أعرف أسابي شو وارع تدري أني أول مرة يدري أنه في مجمع سكني أول ما دشون المجمع راح تحسون بعودة لحنين الماضي من الباب طبعاً المحلات هني أكثر شيء متخصصة في خلنقول النساء العنصر النسائي لأن منه أكثر ناس يصرفون فلوس نحن أكثر شيء يشدني بالمباني اللي نزورها هو الخشب المستخدم هني مثل ما نشوف لا زال الخشب محافظ على نفسه والخشب عموماً بالتصميم المعماري والتصميم الداخلي أيضاً يعطي جمالية ليش؟ لأنه يقربنا من الطبيعة أكثر أوه المدرج الروماني يا جماعة والله عندي قصة مع هذا التصميم شوفه فوق لما كنت صغيرة لما كنا نمر واللانيل مجمع عبالي إنه نقدر نصعد فوق ونقعد بس شنو المشهد اللي بنشوفه ما أدري بس هنا الزرع وايد عجيب والقعدة اللي تحت ترى وايد حلوة والله شوف شوف القعدة اللي تحت وايد حلوة وايد مرتبة اللغام بتصميم مجمع النقرة الشمالي والجنوبي هو المكتب العربي للاستشارات الهندسية واحد من أوائل المكاتب الهندسية في الكويت اليوم المكتب العربي يعتبر في مصاف المكاتب العالمية اللي أشرف على التشهيد المجمع كان المهندس الصباح الرئيس تأسس مجمع النقرة على يد المغفر له الشيخ جابر العلي سالم الصباح شيء حلو إنه أنا أحس إنه قاعدة أسترد ذكريات الطفولة لما نكنت هي مع أمي هني ونشتري لبس العيد صالي تقريباً هني خمسة ثلاثين سنة بالمجمع من الأوائل يعني من الواين السبعين نحن هني موجودين أول بالمباركية عقبط طلعنا من المباركيين هني هذا أول مجمع تقريباً تعتبره بالديرة أول مجمع تجاري نشاط ملابس ولا أي شيء كان شامل يعني الكويتين يعني الزبائن الأوائل لمحن ما زالهم يعني مستمرين مجيئوا من المجمع قلناها ونقولها مرة ثانية وأكثر من مرة لس إزمور بساطة بساطة البساطة حلوة بالتصاميم والإنتيرير يعني بشكل مخصوص ليش لأنه يعطيك إحساس الراحة إن المكان شرح وأحلى شيء إن ترى المدخل للمكان هني وايد سهل يعني بعيد عن الزحمة وتحسون إنه هو مكانه بروحه وايد تصميمها حلو وايد ما أخذها هذا الشيب اللي نصه مدور شبوها لنا بعد لا تصميمها وايد حلو يبوني صدق ملكة المضاعم أنا واني تتروحينا مر للإندلس يلا نطربمتني كانت الله يعفيك الأسنصير تصميمها وايد بسيطة يعني حتى الإضاءة اللي فوق والأرقام اللي موجودة تحسون إنه هي تصميم فعلا يعني أواكب ذيك الفترة شوفوا الممر هادي يطغ بعد على قاعدة الاستراحة اللي ساحت نايس صح وايد حلو احنا تجولنا قبل شوي بالمجمع واعتقد شبتي انت شون المجمع ما شاء الله شرح وحلو يعني وفيه إضاءة طبيعية مستخدمينهما السكاي لايت على ساس يعطيه نور طبيعي حق المجمع نعم من يعينا هالحزة طبعا مو شغال الانتركم بس يعني كل بيت كويتي الحيلة الحين موجود عندهم هذا ترى ما يشتغل بس إنه موجود كان كشخة إن أحد تذي يوصل عند الباب تحت ويتطيق عليك الجرس لا وهني في شاشة ترى لأن هذا يمكن المبنى الوحيد اللي شبت فيه انتركم شاشة كما هو تشوف انت بالضبط من اللي ايك ما حد يقص عليك دعوا وركم في شغلة باوركم ياه تعالوا شوف الجامة هذي إذا بطلناها تبطل بها طريقة هذا متى وقفوه أصلا متى ما أدري ما أدري في عندي وائد كوستشنز بالي صراحة الشغلة الثانية اللي هي الكبتات اللي تكون موجودة على الطفا هذا خلل نقول هم أحد التصاميم القديمة اللي كانوا يحرصون عليها بالبيوت وايد إن غرف النوم يكون فيها بلد إن كبت نزين على أساس إنه هو خلي نقول نحافظ فيه على مساحة الغرفة نفسها الشي الثاني والعجيب أنا أتوقع هذي الليتات محطوطة في هالطريقة علشان السرير يكون هني نزين فتكون هذي إضاءات جانبية وللحن شغالة عجيبة عجيبة أبسكني هنا وناسة هذا المجمع صار لـ 47 سنة مثلوا في العديد من المسلسلات داخل مجمع النقرة لأنه كان أصلا في ذاك الوقت يعتبر معلم من المعالم اللي موجودة بالكويت كون إنه هو أول مجمع تجاري وسكني موجود في حولي فتكر عبد الله رويشد أي ما أعتقد عبد الله رويشد أول واحد فتكر هني من داخل مجمع صور عقوب هاي صور نفتكر نبيل شعيل على ما أعتقد نبيل شعيل هم صور هني كان فيه عندنا حسين عبد الرضا تحت كانت كسير نهفات تحت نهفات طريفة نهفات حلوة وكان عندنا الحزام الأزرق الفيديويات قبل يعني فيه شغلات كانت حلوة ما تنتسع ولا يزال الإدارة الله يخلينا الشيخ أحمد يوم اللي صارت الكورونا سامحنا بالأجارات كلها وما دفعنا ولا فلس والله يديمه علينا ويرحم أبوه عم يحسن بالمجمع ودائماً إيده بالمجمع ولحنا لا يزال إن شاء الله بإذن الله إيده اليمين حالياً يسجل الملاك أنهما مهتمين بعملية تطوير المجمع وعادة الروح والرونق له والمجد اللي كان عليه في السابق لذلك تعاقدوا مع مكتب باب نمنم واحد من المكاتب الهندسية الحديثة اللي لها بصمة واضحة باب نمنم إذا بنتكلم عنه نقول مثلاً مطعم دار حمد إحنا كلنا شفنا مطعم دار حمد اللي يعتبر وجهه سياحية في الكويت اللي هو عبارة عن منزل غديم تم تجديده وترميمه بطابع جميل يضم مجمع النقرة على مواقف كثيرة عندنا البيتو بي ون والقراوند فلور ولكن أكثر شيء أحب أنا بالمجمعات القديمة هذه إيه هي المساحات الكبيرة للمصافت؟ إحنا كلنا دايما نقول إحنا رايحين حوالي بس ما نقول رايحين النقرة معنا قبل النقرة وحوالي كانوا منطقتين مختلفتين منطقة النقرة اليوم ما لها وجود تم دمجها مع حوالي لكن عندنا شاهد مهم لمنطقة النقرة وتخليد لإسم منطقة النقرة الي هو مجمع النقرة بختام هذا التقرير ومن على الدري اللولبي ليش زميتها لولبي ما أدري بس حسيت أن تشنا لولب في هذا المكان اللي تشوفونا معايا هنا راح يصير في تجديد كامل هذا المكان كله فكرتها راح يصير في مطاعم وكافيهات وواجهة وايض حلوة على شارع بيروت فأنا حيلمت شوقها أن أرد أزور المكان بعد التطوير بجواز القたいبي ترجمة نانسي قنقر ش showed Bots manufacture